في مكتبه ينشر تاجر الأعشاب المثير للجدل زين الأتات شهادات يقول إنها تؤكد صفته الجديدة كسفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان رئيس منظمة الأمم المتحدة محمد شهين خان تصلوا فينا وكنا نحن مرحبين الموضوع هل تعين أمم المتحدة؟ أكيد طبعا طبعا فيك تعملوا سارج على الانترنت وتعرفوا كل شيء ملحت جواز سفر لكم لا بعد بانتظار الجواز السفر نحن قالوا لك رح تحصل عليه أكيد إن شاء الله قالوا لك هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية بتحصل على جواز السفر هو خبر أذهل الكثير من اللبنانيين الذين يعرفون أن الأمم المتحدة لا تمنح هذه الصفة إلا وفق شروط وقواعد صادمة لشخصيات مشهورة قادرة على نشر مبادئ الأمم المتحدة ورسائلها في العالم بدأنا من هنا بتقصي هذا الخبر في 14 شباط الماضي أقيم احتفال سلم خلاله رئيس ما يعرف باللجنة الدولية لحقوق الإنسان الباكستاني محمد شهيد أمين خان زين الأتات شهادة سفير للنوايا الحسنة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة لكن في حقيقة الأمر فإن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التي يرأسها خان هي مجرد منظمة مثلها مثل الألاف من المنظمات الدولية التي تحضر اجتماعات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان سألنا الأمم المتحدة إن كانت منظمة خان تابعة لها أن هذه المنظمة لا تدبع للأمم المتحدة على الإطلاق ليس لديها علاقة بالأمم المتحدة ليست هيئة من هيئات الأمم المتحدة وليس لديها الحق أن تستخدم اسم الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال هذا الشخص الذي عينه سفرير أو الأشخاص الآخرين الذين تمت عينهم سفراء للنواية الحسنة ليست لديهم علاقة بالأمم المتحدة إذن لا علاقة لخان ولا لمنظمته بالأمم المتحدة وما ينتظره زين الأتات من جواز سفر ديبلوماسي لن يكون طبعا صادرا عن الأمم المتحدة الجوازات الأمم المتحدة تمنح لموظفية الأمم المتحدة فهذه الجوازات هي طبعا ملك الأمم المتحدة هي لا تبع ولا تشترى على فكرة يجيب التنويه أيضا أن هذه قضية إذا كان شخص ادعى أنه يمنح جوازات فهذه لا بد من التحقق من هذا الموضوع طبعا قد يكون هناك عمل غير مشروعة في هذا المجال هل نحن أمام عملية احتيال وتزوير؟ محمد شهيد خان الذي يملك علاقات كبيرة وفق صور موقعه تقول معلومات للبسي آي أنه على علاقة بشبكة كبيرة تقوم بتزوير شهادات سفراء وجوازات سفر ديبلوماسية غير موجودة قانونا وتبيعها لأشخاص يكون من بينهم مطلبون ومهربون وسجناء سابقون فيستخدم هؤلاء هذه الصفة الدبلوماسية المزورة في الداخل اللبناني مثلا لتسهيل مرورهم مع بضاء غير مشروعة على الحواجز وعن منظمة خان انبثقت جمعيات تقوم بالدور نفسه ولها مقرات ووكلاء وسفراء في منطقة لبنانية محددة هذا إذا بيكون محتل أنا بدي أرفع له الشابه لأنه صوره مع كل سياسيين عنا هون بالبلد فهل تجرؤ الدولة اللبنانية على القيام بواجباتها وتوقف هذه الشبكة؟ اشتركوا في القناة